مواضيع كتير جداً على الساحة هعلق عليها مع حضراتكم واحدة واحدة لأن اللي بيحصل اليومين دول واللي كان بيحصل برضو الفترة اللي فاتت فترات اللي فاتت في قلب للحقاية وناس عايزة تبث الفتنة على الساحة الرياضية أمور أبعد ما تكون عن الروح الرياضية اللي كلنا بندي بيها ويقول لك في الآخر بعد كده ده جمهور النادي الأهلي والناس بتوع النادي الأهلي هم اللي بيصيروا الفتنة طب نبدأ من موضوع أنا تكلمت فيه قبل كده كذا مرة وحذرت منه قبل كده وبيتكرر الشائعات حوالين النادي الأهلي علشان إيه؟ عشان يعملوا فتنة بين الأهلي وجمهوره زي ما حصل فين في التذاكر عشان يخلي جماهير النادي الأهلي غضبانة من الإدارة بسبب سعر التذاكر خلينا نوقف هنا بس عشان سعر التذاكر أنا كمان بس لي استفسار هو الاستفسار ده حيتحقق فيه يعني أنا قريت النهاردة أحمد دياب رئيس الربطة حيحقق في الموضوع بتاع الجماهير بتاع الجماهير عشان فيه ناس بقى قاعدت تهزر وناس دماء خفيف وتتارية وتقول لك لا أصل جمهور الأهلي ما رحش مش عارف ماتش الأهلي في برج العرب واستكبر المشوار وراح ماتش الزمالك في المقولين العرب علشان تهريك بقى وحيبتدوا بقى يسيقوا للنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي لا أنا علقت السنة اللي فاتت لو حضرتكم تفتكروا على ماتش فاركو في اسكندرية ماتش فاركو في اسكندرية لما كان بيلعب الزمالك شفنا أقل من سبع تمن تلاف متفرج فيه ملعب السنة السكندرية ده أنا جبت بالأرقام المرة دي يقول لك الناس بقى لي هاو التارية أصل جمهور الأهلي استكتر يروح ملعب برج العرب أصل الجمهور مش عارف كان قاعد في ركن عشان ملعب برج العرب ملعب كبير فبين عدد جمهور الأهلي قليلا حنجيب إن شاء الله حنجيب وأنا مصمم برضو حجيب أعداد الجماهير اللي بتيجي هنا وبتيجي هنا من الاستادات نفسها عشان نشوف في الآخر موضوع الجمهور ده أنا مش حسكت عليه طيب جمهور الأهلي بالنسبة للنادي الأهلي إيه؟ جمهور النادي الأهلي بالنسبة للأهلي هو الكنز هو اللعي برقم واحد بالنسبة لنا كلنا واشتريك الأساسي في كل البطولات وفي كل الانتصارات لكن خلينا نقول بقى إيه؟ مين بيحدد سعر التذاكر؟ مين بيحدد سعر التذاكر؟ نبتدي بالدوري بطولة الدوري مين اللي بيحدد سعر التذاكر؟ ربطة الأندية المحترفة مش من مسؤولين بتوع الأندية وإنها يا باحمد ديها بوضح النقطة دي كويس جدا 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 عشان اللي بيقولك إن إدارة الأهلي بتعلي تمن التذاكر على جماهيرها إدارة الأهلي هتعمل كده؟ طبعا كل ده علشان يدرب الإدارة ويدرب الجماهير في الإدارة والتنين مع بعض انتوا عارفين طبعا لما بقى حد بيبعا يعمل فتنة بيبقى قصد إيه؟ ولكن الحمد لله ربنا أظهر الحق لما طلع أحمد ديها برئيس الرابطة وقال إحنا اللي مسؤولين؟ جماهير النادي الأهلي وعي جدا 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 حتى من قبل ما يطلع الناقب أحمد ديها اللي بي نفسك شايف إن انت مركز قوي في الملعب من البداية ومجهز في رئيسك كويس قوي 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 راحة وإعداد بمناسبة الراحة والإعداد قال لك إيه؟ ده السنة دي هتبقى سنة صعبة جدا جدا علينا لأن إحنا مريحناش بين المواسل المنافس بتاعك بيقول كده مريحناش بين المواسم تتكلم على ماتشين زيادة ماتشين زيادة تلعبوا في دور تمهيدي ماتشين زيادة إحنا بقلنا أربع سنين أربع سنين أو ثلاث سنين وشوية معاديين المية وثلاثين مية واربعين مباراة ما خدناش راحة ولما كنا بنشتكي كان يعودوا ناس تصخر من الكلام ده دلوقتي عشان ماتشين زيادة زي الموسم حيبقى صعب واللعيبة مجهدة وما بيش راحات مناسبة ماتشين وإحنا لعبين مية وثلاثين ماتش في ثلاث سنين أكتر مية وثلاثين ماتش عايز يشتتك زي ما حصل في الموسمين اللي فاتوا كل شوية شائعات جديدة كل شوية عايز يعمل لك قلق لكن خلاص الأمر ده منتهي بالنسبة لنا النادي الأهلي كل اللي في النادي الأهلي مركزين في حاجة واحدة بس الملعب والبطولات مش هنبصلك انت بقى عايز تبصلنا وعايز تجيب سيرة النادي الأهلي دايما عشان انت عارف انت بتتشهر بتتشهر على حساب النادي الأهلي لما تجيب سيرة النادي الأهلي عايز تعمل حتى لما تيجي تعمل قلق لا انا عايز اعمل قلق ليه جماهير النادي الأهلي للنادي الأهلي لكن جماهير النادي الأهلي وعي جدا 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 وثقى في الإدارة وقفة ورا فرقتها في كل الظروف اشتركوا في القناة